السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحللكم موضوع لتلاميذ أسنة الثالثة متوسط تابعوا معي الجدة رايتك تحكي لولدها أو لحفيدها على حياتها في الماضي في الماضي الحياة كانت تختلف على الحياة اليوم كان اعتادت أن تعيش ما في منزلها اللي جاي في المزرعة مع عائلتها الكبيرة كان باباها يربي الحيوانات كما الجاج والأبقار والأغنام إلى غير ذلك كانت تتعاون وكيكون يوكل في الحيوانات الخاصة بهم الحيوانات الأليفة انتحهم هي أخوتها كانوا يلعبوا بالحبيلة ويلعبوا ألعب خاصة بالبنات واخوها كان يلعب ألغم ميضة ويلعب ألعب بالكورات الخاصة بالذكور باباهم كان يكسيهم خطرة في العام اعتادوا أنهم يستمعوا إلى الراديو لأنه ما كانش عندهم تلفاز في هذاك الوقت في الماضي ما كانوش يروحوا للمدرسة كانوا يقروا في المساجد الحياة اليوم سهلة على الحياة في الماضي أنتم محظوظون جدا يا بني إذن هنا نص خاص بفقرة اللي رأيت توضح لنا الحياة ما بين الماضي والحاضر الجدة حكت لنا حياتهم في الماضي كيفاش كانت لأنها كانت حياة مختلفة عن الحياة اللي رأنا فيها في الوقت الحالي إذن هنا دايما في الفروض كيكون عندكم نص تقرؤوا الناس أكثر من أربعة وخمس مرات حتى تفهموه مليح مليح وبالطبيعة الحال كيكون عندنا نص رح تكون عندنا أسئلة خاصة بالنص اللي هي reading comprehension I read the text and choose the correct answer رح نقرأوا النص ونخيلوا الإجابة الصحيحة Life in the past is different from today Better than today, worse than today الحياة في الماضي كيفاش كانت تخيلوا الإجابة الصحيحة People used to play الناس اعتادوا على لعب Video games, marbles and hopscotch chess game I read and answer the following questions هنا رح نقرأوا لألهاد الكوستنز ونجاوبوا عليهم من خلال قراءتنا للنص Did grandma used to watch TV هل اعتادت الجدة على مشاهدة التلفاز What did she used to play ماذا اعتادت على أن تلعب Did she used to help her dad هل اعتادت على مساعدة أبيها إذن هنا تقرأوا النص وتجاوبوا على هاد الأسئلة بحذر وهنا بش نجاوبوا على هاد الأسئلة أعطيت لكم نصيحة رحين تلقاوها الآن في آخر الفيديو أثناء الحل تبعوها هنا لكسز I find in the text synonym of modern and after و opposite of today and study هنا فقط هاد التمرين كي رحين تحوسوا على synonyms انتع modern وafter في النص مش رحين تلقاوهم وكي تحوسوا على العكس تحت today و study في النص مش رحين تلقاوهم إذن هنا فقط أوقع خطأ مطبعي في هذا الموضوع هنا الكلمات اللي رحين نحوسوا على المعنى انتعها هي today و study رحين نلقاوهم المفردات الخاصة بهم والكلمات اللي رحين نلقاوه العكس انتعهم هما modern و after فقط هذا خطأ مطبعي ذوك في الحلول رحين نوضح لكم كيفاش نجاوبوا عليه إذن ننتقلوا الآن الماستري of language اللي هو التمرين الخاص بالقواعد رحين ننصرفوا الأفعال لبين قوسين في الزمن المناسب ولا في الوضعية المناسبة هنا رحين ننصرفوا الأفعال اللي بين القوسين وهنا بالنسبة لدرسة used to رحين نشرحوا لكم في جديو وحده إن شاء الله رحين نخرجوا الكلمة الداخيلة برا شكون هي الكلمة الداخيلة هنا نخرجوها برا هنا كان عدنا كلمات رحين نصنفوهم في النطق نتع الحرف الأخير أو النطق نتع الحرف عفوا نتعذ فاول اللي رحو في وسط الكلمة كيفاش ننطقوها عدنا pen fat mom bad van and cat هنا رحين نصنفوهم على حسب النطق نتعهم ومن بعد عندنا situation of integration اللي هو التعبير هنا عطونا فقرة وإحنا كملناها عطونا الأسئلة وإحنا نجيبو الأجوبة اعتمادا على الأجوبة الخاصة بكل تلميذ من التلاميذ إذن هنا عدنا هذه الأسئلة رحين تجاوبوا عليهم بالمعلومات الخاصة بكم أنتوما كتلاميذ مش كنتوا تلعبوا بكريش كون كان يقريكم وين كنتوا تقرأوا إلى غير ذلك إذن تبعوا معي الحلول تح هذا الموضوع إلى آخر الفيديو وإن شاء الله تستفادوا إذن تبعوا معي الحل Life in the past is different from today People used to play marbles and hopscotch Did grandma used to watch TV? No, she doesn't What did she used to play? She used to play hopscotch and skipping Did she used to help her dad? Yes, she used to help him in feeding the pets هنا بعد ما جاوبنا علي هذه الأسئلة رايح نعطيكم نصيحة وتبعوها وإن شاء الله تنجحوا وتستفادوا منها كتكون عندكم أسئلة خاصة بالنص والأجوبة رايحين نخرجوها من النص هنا واشتروحوا تديروا تروحوا تقرأوا السؤال وتشوفوا الكلمات اللي هي مفاتيح رايحين نلقاوها في النص كيما هنا Did grandma used to watch TV? عدنا watch TV نحوسوا عليها في النص الإجابة راح تكون قبلها ولا بعدها What did she used to play? هنا used to play حوسوا عليها في النص الإجابة راح تكون قبلها ولا بعدها And did she used to help her dad? هنا help her dad ولا help my dad هنا في النص قالت I used to help my dad تحوسوا على الكلمة هذه رايحين تلقاوا الإجابة قبلها ولا بعدها هذه هنا بسكوكين بزاف اللي كي يجوهم أسئلة هكي يحيروا ما يعرفوش يجاوبوا عليهم ولا ما يعرفوش كيفاش يلقاوا الإجابة تبعوا هذه الطريقة و رايحين تلقاوها إن شاء الله عفوا ننتقلوا هنا فقط ملاحظة كيما سبق وانشرتها لكم في الأول تاع الجديو هنا كيما قلت لكم غلطوا في النص الكلمات اللي لازم نلقاو لهم العكس انتاحهم داروهم منا باش نلقاو لهم synonym المعنى انتاحهم والكلمات اللي نلقاو لهم المعنى انتاحهم طلبوا منا نلقاو العكس انتاحهم إذن هذا خطأ هنا تقلبوا الكلمات اللي راح نلقاو لهم synonym انتاحهم يهبطوا التحت والكلمات اللي حين نلقاو لهم العكس هما ليرهم التحت يطلعوا الفوق كيما هنا عدنا modern كانت التحت طلعت الفوق وأفتر كانت تتحت طلعت الفوق ستادي كانت تلفوق هبطت التحت والتودي كانت تلفوق هبطت التحت لأنه هنا كيتحوسوا على سينعوني منتاع مودرن في التكست مشح تلقاوه وأفتر أيضا مشح تلقاوه تادي كيتحوسوا على العكس انتحها رح ينتلقوا in the past ولكن هنا ستادي العكس انتحها مكاش في النص إذن هنا فقط خطأ مطبعي على ما أظن أنا حوست نخدم لكم كيما للموضوع ولكن اكتشفت لأنه كان خطأ عكس الكلمات اللي كانوا رح نلقاولهم العكس انتحهم دلونا نلقاوه سينعوني منتحهم ولنلقاوه سينعوني منتحهم دلونا نلقاوه العكس انتحهم إذن هذا خطأ إذن هنا مودرن العكس انتحها traditional after العكس انتحها before modern حديث العكس انتحها تقليدي after بعد العكس انتحها قبل today السينعوني منتحها هو nowadays سنوني منتحة مشي العكس سنوني منتحة هو إذن هذا خطأ مطبعي والأخطأ دايما انتقع فقط ما تحيروش هذا هو الحل العكس الكلمات هو خطأ مطبعي كما سبق أقلتكم إذن مستحيل في لانجوز هنا هذا التاملين أكون مقريته ورح ندينه لكم شرح وحده مع أمثلة من عندي فقط الصبروعلية هذه اللي يامات إن شاء الله نشرح لكم هذه الدروس الخاصة بالقواعد بعد من نكمل نشر الفرود لجميع المستويات رحين نصرفوا الأفعال في المكان المناسب ولا بالطريقة المناسبة وباقي الجملة ما كملتهاش لأنها في الموضوع أنا فقدت لكم الحل متاع الأفعال لذلك 5 years I used to play وتكملوا الجملة I always watch women didn't use to wear وتكملوا الجملة اللي راهي في الموضوع أوكي سوعدنا used to play watch and didn't use to wear أوكي هذا الدرس على القواعد قلت لكم رايحة نشرحوا لكم إن شاء الله فقط هنا نكملوا الحل عفوا إذن عدنا cross the odd one إحنا odd one هي الكلمة الدخيلة رايحين نخرجوها من المجموعة اللي راهي عدنا سوعدنا hopscotch ragdoll playstation and marbles إذن الكلمة الدخيلة هي playstation لأنه من الألعاب الحديثة أما marbles red dog والhopdoll والhopscotch هي من الألعاب الخاصة بالزمن الماضي عدنا clogs jeans leggings and beard jeans leggings and beard هما ملابس الحديثة in the present وclogs هو القبقاب خاص بالملابس الخاصة بالماضي وبدأ عدنا classify words عدنا كلمات درنا لهم التصنيف انتحهم على حسب النطق انتحهم عدنا pen fat bed van and cut إذن هنا عدنا van and fat النطق انتحه هو a a cut هو النطق انتحه a ka ut cut a عدنا bed and pen bed pen a a ka a a شوفو هنا a stressed a خفيفة and van هي a van fat cut bed and pen ومعد كانت عندكم situation of integration اللي هو التعبير اللي دايماً يديرونا تعبير كتابي ولكن اهنا عطاونا اسئلة واحنا جاوبنا عليهم كملنا الفلاغات so which primary school هنا قال لك رح تطرح الأسئلة على زميلك انت دير ركم في فرض ما تقدرش تطرحوا الأسئلة وتخد معامل جماعي انت دير أسئلة خاصة بك كأنه الناس ريتطرح لك في السؤال وانت تجاوب أعلي which primary school did you used to go I used to go to محمد فرح primary school who used to be your teacher at that period من كان أستاذنتك في هذا الوقت Mr. أحمد فرغاني used to be my teacher وهنا which primary school did you used to go وما هو المبتدائية اللي كنت تروح لها أو التي اعتدت على ارتيادها which subject did you used to study ما هو المادة اللي كنت شاطر فيها وكنت تحبها I used to study English did you used to watch cartoon in your free time yes I did what was the name of that cartoon it was Dragon Ball it was Dragon Ball لحنا كل واحد يدير الرسوم اللي كان يتفرجو إذن which primary school did you used to go I used to go to محمد فرغاني فرغاني primary school who used to be your teacher at that period Mr. أحمد فرغاني used to be my teacher which subject did you used to study I used to study English did you used to watch cartoon in your free time yes I did what was the name of that cartoon it was Dragon Ball what games did you used to play with I used to play hide and seek and hopscotch what games did you used to play with I used to play hide and seek and hopscotch هنا الألعاب اللي كنتوا تلعبوها في صغركم كل واحد يذكر المثال للألعاب اللي كان يلعبها إذن هنا used to etc negative form or affirmative form رايحا نديرهم لكم في درس واحده إن شاء الله ونشرحهم لكم إذن لحقنا لخيتام هذا الموضوع إن شاء الله تستفادوا منه أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر